أوروبا، القارة العجوز، التي استوعبت خلال العقدين الماضيين آلاف اللاجئين والمهاجرين باتت على مفترق طرق ومنعطفات أمام استقبال المزيد منهم بعد تصاعد شعبية الأحزاب اليمينية في بعض دولها أطرح مشاريع لقوانين جديدة تحاول مكافحة الهجرة وتحد من أعداد اللاجئين وسبل استقرارهم في هولندا تبدو الحالة الأكثر فجاجة في دول أوروبا اليوم بعد صعود حزب الحرية اليميني المتطرف إلى الواجهة إثر فوزه بسابعة وثلاثين مقعدا في الاتخابات البرلمانية متقدما على كل من حزب العمال وحزب الشعب الذي يتبع له رئيس الوزراء السابق ويسعى خيرة فيلدرز رئيس الحزب اليميني المعروف بعدائه للاجئين لتشكيل حكومة ائتلافية يرى مراقبون أن تشكيلها سيكون وفصليا على سياسة هولندا تجاه اللاجئين أما السويد فهي الأخرى تحاول انتهاج سياسة جديدة وحركت مشاريع قوانين جديدة تجاه اللاجئين خاصة بعد الحراك الشعبي ضد العدوان الإسرائيلي على غزة حيث قالت حكومتها إنها ستواجه اللاجئين المعادين للقيم الإنسانية كما وصفتها ولن تمنحهم حق اللجوء وستنظر في ملفات لاجئين آخرين تم منحهم حق اللجوء وبذات مواد مشروع القانون وبين السويد وهولندا يبدو الوضع في كبرى دول الاتحاد الأوروبي ألمانيا وفرنسا يحمل سياسات متفاوتة تجاه اللاجئين سياسات اختلفت عن خط أوروبا العام والذي كان واضحا تجاه القادمين إليها قبل سنوات وبدأت تعلو فيها أصوات اليمين المتطرف ذاك التيار الذي كان صوته خافتا أو ربما غائبا قبل عقد مضى أوروبا تبدو غرقة في أزمة اللجوء واللاجئين أبتت سياسات حكوماتها في مواجهة تصاعد اليمين من جهة والقوانين الحاكمة من جهة أخرى تلك القوانين التي تتحدث عن الحريات وشرعة حقوق الإنسان والكرامة فهل ستنسف الشعبوية الصاعدة في أوروبا تلك القيمة المكرسة بالقوانين أم ستنجل القارة بقوانينها ومكتسبات أفرادها وتسقط موجة التطرف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر